اشتاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء بنجاح تنظيم منتدى حوار المنامة في نسخته الحادية عشرة واستمرار دوره كمنصة دولية ونقطة التقاء تسهم في تسهيل التفاعل السياسي والدبلوماسي وتعزيز التواصل وتبادل الرؤى ووجهة النظر في تناول شأن الأقليمي والدولي وقضاياه وجسد كذلك التزام من مملكة البحرين واستمرارها في خدمة قضايا الأمن والسلام وأكد سمو خلال لقائه اليوم بقصر القضايبية بحضور معالي الفرق الركن الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية الدكتور جون تشيبمان المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والستير جون تينكيز المدير التنفيذي للمعهد في منطقة الشرق الأوسط على أهمية المحاور التي تم طرحها في المنتدى الذي جاء لنعقاده متزامنا مع تطورات بالغة الدقة والتأكيد عبر هذه الملاصة المهمة على ضرورة المراجعة السريحة لأسباب عدم تمكن الجهود الدولية من التعامل بفعالية مع التحديات الراهنة وتفاقم آثارها على مستوى الوضع الإنساني الكارثي وتصاعد تيارات تطرف وغيرها من القضايا التي تم التطرق لها ذات البعد المؤثر على السلم والأمن الدوليين وجدد سمو دعم مملكة البحرين لمنتدى حوار المنام كواحد من أهم المنتدايات الدولية التي استطاعت البحرين استقطابها سنويا وفق مستويات عالية من جودة الترتيب والمشاركة التي أشارت إلى نجاحاته المستمرة وأعرب سمو عن تطلعه للمزيد من التعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية من جانبي أعرب الدكتور تشب مانعا شكري وتقدير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية لصحب السمو الملكي وللعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يلقاه منتدى حوار المنام من دعم متواصل من سموه وتوفير كافة التسهيلات لعمل المعهد مما أسهم في النجاح الذي يحققه في تنظيم مختلف فعالياته ترجمة نانسي قنقر